السلام عليكم كيف انتموا لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شهيوات مع ايمان نصليوا على النبي كيفما العداع نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراحات اللي غدي نتقسم معكم اليوم غدي يكونوا كذلك اقتراحات جد سهلة وسريعة ولديدة طبعا غدي نحضر معاكم سان سيباستيان الغنية عن التعريف وحطوه يجلي جا رائع سهل وسريع في تحضير ديالو غدي نحضروا فطائر او صندويتيات اللي جاو كيدوا في الفم وبسطيلاء في المقلة يعني شي حاجة اللي هي ساهل لو ما تخليكم شي واقفين بساف في المطبخ من زيت شي نطول عليكم كتر ندزوا مباشرة نشوفوا المقادر وطريقة التحضير وكيفما العداف ورجا ممتعة بسم الله على بركة الله اول حاجة غدي مدى في تحضير دياله هي حلوة او لكيكا سان سيباستيان كيفما اذكرت معاكم الغنية يعني التعريفة شهيتة اليوم قلت علاش لا غدي نتقسم معاكم مع انني عندي في القناة اه سافي هنا ياخذي المول اللي غدي نستعمل هاد المول عندي القطر دياله فيه 18 سنتيمتر كان نتفزقو شوية او لكي نبلو شوية بالماء هادي كان وضع فيه ديالورق ديال الفرن او ورق ديالتبخن بعد ما كان كمشو او لكي نجمعو كيفما وضح لكم الصورة غدي نتقلو ديالو في التحضير عندي هنا اربعمائة مليلي لتر ديال الكريمة السائلة هاد المرة استعملت انا كريمة سائلة حلوة كريمة ديال الخفق عندي حلوة الفيديو اللي كنت قسمت معاكم سان سيباستيان كنت استعمل الكريمة السائلة بدون سكر بما انني استعملت هاد المرة بالسكر هاد هنا قسم الكيمية ديال السكر عندي هنا تلاتين جرام من الدقيق ما يعادلوها الملعقة كبيرة تكون مملوءة جيدا ونصف ملعقين باش سعطيكم ثلاثين جرام سافي غدي ننطرب هذا المكوينين مع بعض بسليتهم و نايف انا آخر غدي نحتاج الاربعمائة جرام هاد المرة استعمل اربعمائة جرام ديال الجبن هاد هو اللي اتوفرت عليه عندي عندي العلبة للجوبن كريمة استعملت غير هذا النوع هاد رخيص يعني بالنسبة تستعمل أي نوع جبن كريمي لدي العلبة 300 جرام لكي نكمل 400 جرام نزيد 1-7 القطاع الجبن نستعمل 400 جرام نستعمل 500 جرام سان سيباستين 450 جرام نقصت من كمية السكر لأن الكريمة السائلة جميلة سيستعمل 150 جرام إذا لم تستعمل كريمة الخفق أو كريمة سائلة بدون سكر سيستعمل حتى 200 جرام وزيدت 1 كيس السكر منصف بالفاني نضيف جبن نضيف البيض نضيف حبه مرحبه نضيف بيت نضيف الخليط نضيف الخليط نضيف الخليط نضيف الخليط نضيف الخليط نضيف الخليط نقصت شيئا 180 درجة من اللي غادي ندخل حلوى ديلي فالوسط ديال الفرن غادي نطفي لنار وينا اعلن خلي النار فقط غير من الأسفل وعملت لها توقيت ديالها خمسين دقيقة طيب غير من الأسفل عاد من بعد نزين شعل من الفوق غير تحمر ما كتاخد تشيتا خمسة ديال دقيق من وجه دياله في هذا الأثناء أخواتي الحلوى ديالي كطف في الفرن غادي نحضر معاكم هذا الطويج اللي جاء رائع جدا أنا غادي نسعمل الكلاوي ديال الخروف تقدروا تسبلهم بالكابد ديال الخروف او ديال البقر او لا تستعملوا الكابد ديال لادان او ديال الدجاج اللي بغيتو ضيفوا معاه نفس الشر مولا وصافي سعمل ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم اللي عندي محكوكين حبا توسط ديال مطيشة اللي محكوكا واح الكمية اللي هي لا بأس بها ديال القصبور مع شوية ديال المعدنوس والملح اللي كيبقى على حسب الضوق واحد رأس ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود اي لمزار مع نص ملعقة صغيرة ملكامون ورأس ملعقة صغيرة ديال زنجبيل اي سكينجبير وملعقة صغيرة تكون مملوئة جيدا من التحميرا اي البابريكا بشكت عطينا ديال الويين هيدا محمر ووح شوية ديال الفلفل الاحمر الحار السودانية او الشطة وصافيو كنزيت شوية ديال الزيت السعمة زيت المائدة سافيو غدي نخلط الكل جيدا ونخلي الطيجن ديالي بما ان الكلاوي ما كي يخدوشي اخواتي الوقت بزافو كي يستحسن يتنكل هيدا هم سخونين فغدي نغطي على الطيجن ديالي ونخليح تيبقى واحد عشرة ديال دقايق او خمسة دقيقة للفطور عد نشحل عليه هنايا من بعد ما طبط لي الحلوى ديالي هنتو ما كتشاهدوا معايا كتتنفخ ما شاء الله ولكن ده بغد يتهود هنتو ما لاحظوا معايا غير على من خرجتهم الفرن كيتقلص الحجم ديال يعني كتتنفخ غير من اللي كتكون في الفرن وبالنسبة هنتو ما شاهدت معايا كيكون يعني من اللي كتتحركوها في حل اللي بقى خاضراء هيداك يعني هيداك كتكون انا اخدث معايا اخواتي بالضبط خمسة وخمسين دقيقة هاد المرة في الفرن لاني شعلت لدرجة الحرارة شوية حنية يعني مئو ثمانين درجة اخدث معايا هاد الوقت كامل انا ده بغد نحضر معاكم واحد القاناج لي غد نزيم به هاد الحلوة ديال سان سباستيان خضيت واحد مئة كرام من الشوكولاتة السعمت شوكولاتة بالحليب لدوبتها وضيفتها ملعقة متوسطة من الزيت وعندي هنا يا ربع كأس او ما يعادل واحد ملعقتين كبيرتين من الحليب الساخن ثلاثين ميليلتر ديال الحليب الساخن ربع كأس ناقص كيف ما شاهدت معي شوية ديال الحليب وصافي بالنسبة الاخوات اللي ما ما عندهم مشي الميزان يخافو مات استقلو مش هاد القاناج هاد التاخدؤ أي نوع ديال שלי Beast بغيتم يا ربع كأس ديال الحليب وازتدتهو شوية بشوية وانتو مكتين خدمو اللي ما شروع بكل حمد مساوورد عليها في اللوول Thy mhfvbvxsdkrfmdbqmy carshow وغير ليستمروا ويفية شوية حليب حتى تشصلوا لنفس القوام اللي خاصالت عليها فعنية الحلوة اخواتيم بعد ما بردت تماما ضرورى حتى تبرد منBUش الس장ات في الطريقة دخلت الثلاجة تقريبا 1 ساعتين أعادك حييت طائم المول حييت للك الورق للطبخ نغطي الوجه كامل بالشوكولاتة نغطي الوجه كامل نغطي الوجه كامل نغطي الوجه كامل كامل نغطي الحلوة نحن أمام المخصص أمام من الشاشن ماهج كامل تخذيرا في كل الأخر مرة طويل كامل نحضر العجينة التي سنشكل منها فطائر او صندويتشات رائعين جدا كم نتمنى تجربوه اخذت 300 جرام من الدقيق الابيض ما يعادل لسا ديال كسام من كس ديال عنبا ديال الطحين اضفت لوح الملعقة الصغيرة ديال السكر ملعقة صغيرة ديال الملح ملعقة متوسطة من خميرة الفورية خميرة ديال الخبز اضفت 1 ربع كأس من زيت الزيتون ما يعادل 30 مليلتر يعني غير 1 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون ونجمع الحجينة ديال بماء دافئ يعني مكونات ديال العجينة جد جد بساطين ولكن الطريقة اللي غدي نخدموها كيجي واحد الفطائر كيدو بوف الفم ولي الدول ما داق ما نقول لكم شي عليه هنا غير باش ما تلتسق ليش في هالليناء اخواتم اللي تختامر فكند هنا شوي يبدك الزيت اللي يبقالي في ديال كأس نغطيها ونخليها جانبا حتى تختامر ويضاعف الحجم دياله على ما نحضر للحشوة دياله بالنسبة للحشوة اللي غدي نحضر بيهم هدا غدي نحشي بيهم هاد الساندويتيات عندي كيميا ديال الخيار المخلل اللي قطعته صغير شوية ديال بصيلة قطعته صغيرة شوية ديال مطيشة زو ديال صغير جزر اي خزو اللي حكيت وعندي او او ابوكادو او لنبوكا اللي قطعته حتى هي صغيرة تقدروا تستغنوا عليها اذا ما توفرتوشي عليها وعندي هناي علبة ديال طون اي تونه وغد نجمع بالميونيس اي مكون متوفرتوشي عليها ما كي عجبكم شي استغنوا عليه غير حتى هدا الحشوة جديدة اه يجمع بالمايونيز حتى تجمع للحشوة نغطي على الحشوة حتى تجمع الحشوة يجمع 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 الحشوة نتستخدم العجينة يجمع الحشوة انا اخواتي غير مع التصوير اما يعني لا تحضروا من الاطفال ديكم قطعهم يعني هادي مشي مشكلة جوشوية مع وجين مشي مشكل صافي وغادي نقسم العجينة ديالي انا غادي نحصل على تسعود ديال الحبات طبعا ذك الزوائد ديال العجين هادي تشكلهم وتعودواها الفطيرة وخاغيم دورها ماشي مشكل هادي غادي ناخد بهذا العجين ديالي نوضعوا في صينية ديال الفور اللي غادي نطيف فيها مباشرة هادي نكمل على الباقي الاشياء اللي غادي نضيفنا هادل عن هادل الفطائر هادو هني غادي نحتاج اخواتي الكمية من زيت الزيتون تقدروا تستبلوا زيت الزيتون بالزبدة لدوبها وتخدموا بها بنفس طريقة او حتى اذا ما بغيتوش تستعملوا لزيت الزيتون او زبدة استعملوا زيت نباتية غير انا كنفضل زيت الزيتون او الزبدة زيت زيتون ضفت له كيميا ديال الصحتر اي الزعتر وخلطتهم زيان وغادي ندهلهم الوجه ديالهم حتى ندهنهم زيان اخواتي عاد نخليهم يختمروا يعني في هادل اثناء كانوا بقى مختمروشي غير وضعتهم معكم سينية خلطت هاد الزيت مع الصحتر وغادي ندهلهم الوجه ديالهم انتم غادي تشاهدوا معي من اللي يختمروا يضعف الحجم ديالهم طبعا صفيحنا بعد مساليت غادي نخليهم كيف ما اذكرت معكم يختمروا غير شوية وصفي اخواتي عشرة ديال الدقائق حتى يكونوا اختمروا معاكم وضعف الحجم ديالهم ده باب الاسبع ديالي اخواتي غادي نزيل الفطائر ديالي يعني كنوضع في حل توقوب ولكن بلا ما كانت قبل عجينة كنضغط على العجينة حتى للأسفل ولكن بلا ما كانت قبل معي كتكون مختمرة بسرعة كيتشكلوا معاكم هذا بحل توقوب بحل هات الشكل هذا هنا يتقدروا طيبهم بحل هيدا او انكم ضيفوا لهم هاد الاضافات اللي بدلوا الفطائر يعني المعتاد اللي احنا معاوضين كنحضرهم وعطاهم وحل ما داق اكترج الشكل ديالهم رائع جدا ضيفوا حل الكمية ديال الجبن على الوجه ديالهم هاد الجبن هو اللي غادي خلي هاد المكونات يلتسقوا على الوجه ديال الفطائر عندي هنا يكمي ديال طومات صغيز اللي قطع ترقيقة وشوية ديال الفلفل احمر حتى هو قطعته صغير والزيتول الاسود حتى هو قطعته مدوار تقدروا تزينو بالبصل تقطعوه شرائح زيتول الاخضر اللي متوفرين عليه الفلفل اللي اذا ما عندكم ما بغيتو شي تستعملو هاد صغنوه اللي كان عندكم زينو الوجه ديال هاد الفطائر بالنسبة للفرن اخواتي انا شعلته يسخن على درجة حرارة ميتين درجة من اللي اندخل ستنيها ديال الفرن ديال في الوسط ديال الفرن غادي نطفين نار من الاعلى ونخلي النار فقط غير من الاسفل نخلي ميت طيب واحد خمسة ديال تقايق غير من تاحيت عاد من بعد نزيت نشعل النار حتى من الاعلى ونخليه حتى تتحمره بالنسبة للأخوات اللي عندهم الفرن اللي كي شعل فقط غير من الأسفل أو فقط غير من الأعلى فغادي طيبهم في اللول غير من الأسفل حتي يبانوا لكم الحشية ديالهم بدو كيتحمروا عاد فيوا الأسفل وشعلوا من الأعلى وخليهم يتحمروا من اللي خرجتهم خليتهم شوية بردو عاد كم دنفسهم معاكم كيف ما تكرتم معاكم هما ما كي جوش غلاطين بزاف يعني ما صومش يجو عمرين بالبابة أو البطعم من داخل هيدا كي يستحسن وعاو في نفس الوقت ماشي رقاقين مره باش ما تقدروش يعاون عندكم ما تقدروش يتفتحوهم يعني هانتم ما شاهدتم معا بين وبين بعد ما فتحتهم كاملين غادي نجيب الحشوة اللي سبق لي حذرت معاكم وغادي نعمر الفطائر أو الصندويتشاس ديالي هادا الفطائر أو خواتي أو الصندويتشاس تقدروا تشكلهم على شكل دائري اللي بغيتوا يعني أنا جاني ساهل بلما مقنشكب هادا المربعات يعني غير كنقطع العجينة وما كم قاشي نعاود نطلق العجينة بزاف ديال المرات سافي وضعت واحد الورقة ديال الخاص ووضعت الحشوة فوق منا فبالنسبة للحشوة كنضن حشوة لي هي صحية فقط غير المايوناز يعني لي تقدرو تستبدلوها بالجبن كريمي أو لا مهم اللي بغيتوا أخواتي أما باقي الأشياء كاملو خضروات يعني اللي خضرها هيدا يعني ما طيبة محتشي حاجة اللي يستفدوا منا الأطفال لينا بالنسبة هاد الفطائر تقدرو تستبدلو الدقيق الأبيض بالدقيق القمح الكامل حتى هو غيجي مزيان سافي هنا غاد نوضع مباشرة الفطائر أو الصندويتشات ديالي في طبق ديال التقديم باش نتهنى منهم وننتقلو باش نحضروا المملحة الثانية اللي غادي تكون عبارة عن بس طيلة ولكن غير في المقلة سهلة سريعة ما تتعدبو فيها ما تشي حاجة الحشوة ديالي غادي نحتاش فيها خضيت المقلاء فوق نار متوسطة عمد فيها كمية ديال الزيت مع واحد البصلة كبيرة اللي عندي مقطعة صغيرة أو مشلدة غادي نضيف لكمية ديال الملح ونخلي البصلة ديالي تقلى شوية جاني واحد تعليق بالنسبة البصل يعنا غالي بزاف بالخصوص في المغرب واشغان عملو أخوتي ما نقدروا شين طيبوا بلا بصل يعني البصل هو شي حاجة اللي هي أساسية تقدروا تستبلوا البصل العادي بالبصلة خضرية كنضندب البصلة خضرية هذا هو الوقت ديالي في المغرب ساعملوها في الحشوة ديالي لكم مش مشكلة سافين بعد ما خليت البصلة أخواتي تقلت شوية ضيفت له حبة صغيرة ديال الفلفل الأحمر اللي قطعت صغير صغيرة وزيت واحد الكمية واحد الجزرة كبيرة وحبة ديال الخيزة كبيرة تهيح كيتا وزيت واحد ورقة ديال الغار ورقة الرند أو ورقة سيد نموسى غير باش تنسمن شوية الحشوة هنا غادي نستعمل صدر الدجاج اللي تحنته على شكل كفته تقدروا تستبلوا صدر الدجاج بالكفته دياليال البقر كفته اللحم المفروم سافي غادي نفسخه شوي وغادي نضيف التوابل لنسبة للتوابل غادي نستعمل واحد نسبة لعقة صغيرة من الفلفل الأسود أي بصار مع نسبة لعقة صغيرة دير سكينجبير أي زنجبيل عندي توابل ديال الكاري تقدروا تستبدلهم بثوابل ديال دجاجتوا بلا بلا شاورما نضيف ملعقة صغيرة الخردل نضيف ملعقة صغيرة الخردل نضيف ملعقة صغيرة 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 يجب علي الحشوة تستغنم عليها تضيف الكريمة السائلة وعوض الكريمة لا تكترون نحن نريد الحشوة نحضر الكريمة ايضاً نستعمل الورقة الفيلو كنت نستعمل فيها أربعة ديال ورقة نستعمل ثلاثة 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 ديالالدجاج بنفس الطريقة او لحسوه ديال السمك ديال الحوت يستعمل ثلاثة ديال مقلا مهمه فكرة ديال طريقة ديال مقلاء أ jakimم عجباتكم بزاف يعني ساهله احد الأخوات اللي يخافوا من البسطيلا لا تخافواش مني هي غادي تتعطيكم شكل ديال المقلة غير النقلة جاوية كبيرة بشما تجيكم شي بسطيلة صغيرة مرة ده بكن جمع الحاشيات الحواف ديال الورقة وانا كنتدهن شوية بالزيت وضع ثلاثة ورقة كذلك إذا استعملتوا الورقة ديال البسطيلة تقدروا تضيف غيجو ديال الورقة لأن هذه الحشيات ديال الورقة كيغطي لكم الحشوة فما تكتروش بزاف من الورقة ديال البسطيلة إذا استعملتوا ورقة ديال البسطيلة أما للفيل هو مشي مشكل سافي بالنسبة للطريقة هنتم مكتشاهدوا معي نغطي البسطيلة و ندخل لك الزوائد ديال الورقة من الأسفل دياله نغطي البسطيلة بسرعة نغطي البسطيلة بسرعة نغطي البسطيلة بسرعة نغطي البسطيلة بسرعة لذلك نغطي البسطيلة بسرعة نغطي البسطيلة بسرعة حدود أسفل نغطي البسطيلة بسرعة تستعمل الكابيت لادن الكابيت ديال الداجج بنفس الطريقة انا استعملت الكلاوي ولكن نفس الشرمولة نستعمل في هذا الشيء اللي قوت لكم كامل زي انت اخوتي الطاجين ديالي بشرائح ديال ليمون مصير تقدروا طبعا تخلي وغير بحال هيدا كده فقط لتزيين فكيكون هادو ما الاطباق اللي تقسمت معكم اليومان نتمنى الاقتراحات دياليوم تكون نات الاستحسان ديالكم هنا الطواجين باقا كيغلي صراحة انا كيجبني هيدا الكابيد او يعني الانواع ديال الكابيد او لعاد الكلاوي اه بالخصوص اذا طيبتم فطاجين كيجبني هيدا سخونين يتنكلون وانتم طبعا كيبقى لكم الاختيار اه تمك الفطائر او الساندويتشات ليتقسمت معكم الي حقا جو كيدو بوف الفوم والحوش والديدة جو لدادين اللي دادين بزف انا غادي نقسم معاكم طبعا كل حاجة غادي نقسم معاكم البسطيلة غادي نقطع معاكم باش تشاهدوا معاي القرمشة من الداخل كيجي كل ورقة من قرمشة يعني انتم ما كيف ما اذكرت معاكم طيبوها على نار مهيلة باش ما تلهف لكم شي ما تتحمرش غير الورقة اللي من الفوق والورقة اللي من الداخل يبقوا بحال هيداك صراحة هاد البسطيلة كتنفاع واي واحد غايت ناولا عندكم يحلف عليها بانها طيبة في الفررن ما كتجيش الفرق تماما بانكم طيبتوها في المقلة تقدر تستعملوا مقلة اللي هي كبيرة وطيبوها في يعني تكون كبيرة اعتبان في حال اللي بسطيلة ديال الفرن ديك بسطيلات كبارين وهنا الفطائر هنتو ماضي نقسموا معاكم نشاهدوا معايا كيفاش كيجوفتين وكيدو بوف الفوم والحوشو وخلاص كيفما اذكرت معاكم كتجي لديدة بزاف طواجا انا خليتو نشف تماما يعني ما كيجبني شفيه المرق بزاف غاية غاية ذيك لاصوس ديال المطيشة هي اللي كتبقى فيه وذيك الزويتة ديالو وهنا يا تحليا خلاص انا قسمتها معاكم شاهدوا معايا من الداخل كيفاش كتجي كتجي كريمي يا ولديدة بزاف انا من عشاق فيما اتكرت معاكم هاد الحلوة هادي نتمنى يا ربي الفيديو والاقتراحات دياليومات كنا لات الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم تقبل الله منا ومنكم واعاننا الله على صيامه وقيامه احبكم في الله وإلى الفيديو القادم ان شاء الله تهلوا ليفرسكم بزاف وبسلامة اشتركوا في القناة